موسيقى 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 ننعانو من ناحية الرملة. عدنا وعدونا على الرملة هذي كل يوم يوميا مشكل بلدية مشكل يكتبنا الولاية اكتبنا مقاية الرملة هذي ما زال ما حلوناش المشكلة على الرملة. راكم تشوفوا اللي كاني سكان حتى تطلع الحوش تاعه الرملة دخلتنا في الحوش كان اللي يبنى وورد متل هالرملة السكنة تاعه. سفى من البيض كان مئة وثلاثين كيلو. والمشري يعدنا ثمانية وربعين كيلو. نحن الاستعانة نتعلم مدينة مشرية. وهذا طريق الشعب هذا راح مغبون. راح غبينة كبيرة. راح يخلق المرأة الحامل تمشي منه تموت في الطريق. آآ الملدوغ يموت في الطريق. هذه هي الغبينة على هذا الشعب. منذ الاستقلال كما كما ذكر زميلي من قبل. منذ الاستقلال لم نرى اي شيء. منذ الاستقلال انا انا مهم مشين. الشعب ذا مدمر. ما عندها احتاح احتشين. ما عندها احتاح هاجة لنقول ورها اه افقد الامل. فقد الامل من هذة السلطة المحلية كما يقال. را عدنا ذان المشكلة تاع الغاز. جانا الوالي هنا واعدنا انا شخصيا قال لي في خمسة وعشرين نوفمبر يكون هنا يا دراسان تاع الغاز. ومن ذاك الحين ما كان نوالو لحد الان. والله يا فيش احتلال انا شخصيا من الخطرات كين ديار اللي باتوا بلعشة من سبب القاز. هذي واحدة. الثانية كالي رهي طيب بلحطة منين يغيب القاز. فشتا هنا منين انقطعوا علينا الطرق منا ومنا. ما كانش منين يجينا القاز. ما كانش. خطرات ويني تنقلوا صحاب الكمين هنا يكثر خيرا مسحاب الخير. يمشوا يجيبوا للشعب من هاك ومن هاك القاز. واحد يلحق له واحد ما يلحق لهش. وسقص الشعب هنا هاهوين. زيد على هاذا هاهوين. وراها هذا الفوك. في منا بصحابه لها الوعود ديار الولي لان نتقدروا اممو 좋م نتقدروا أم Weil. نخمو في الوعود ديار الولي ومن رأها. فمناو كان الجاز كاين. قال طريق كاينة ووسع للرمله وق Peteми البحط صعب على الرملة وعطو عروضين على الرمله. ٨ المهناو كلامجو بأن جاز أقود أننا يقضية. ما фильма مهنا في انبي نتحي الجاز. فالمنطقة explodedت seven. ذالعرش على مكانها بلاد نتحي filtre عرش هاذوين يحفون رأى فوق 30 كيلومتر متمشي تيو تاع الغاز هنا يا تاع البايب هذا متمشي منا فوق 30 كيلومتر زيد المسافة اللي تبعد بيننا بين تيو ستة كيلومتر بيننا بين ليفان كي ينزوج كان واحدة منا تبعد ب 11 كيلومتر وواحدة منا بتسعة كيلومتر أنا راني ضعتي بنت مسبب الطريق ومسبب المواصلات ما كانش غياء عامل اول كتت هالي العقرب مولا تسع سنين رأيت هنا للدوان تالي عقرب ما لقيته شوتها المحرة وفوتها اللبيض ملاحقت اللبيض اختاخرش تؤمرها هيا هنا واشنحالة هادي بالنسبة للنقطة التي اثيرت من طرف المواطنين متعلقة بالطريق الرابط بين بن هجام وحدود ولاية نعمة على مسافة 18 كيلومتر مشروع هذا اسنده الى مقاولة خاصة وهي بصدد الانجاز نجلز الطبقة اللولة التيف وهذه التي تهنت منها والكناطر كان مشكلة عند المقاولة بالنسبة للملحق اللي يجي تعل الصفقة وان كان المشروع هذا مشروع قطاعي تابع لمديرية الاشغال العموية الا اننا هذا ما يمنعش اننا ندخله ونشوفه المشكلة وراه بالنسبة للزحف الرمال ثم تعرفوا بلدية المحرام بلدية يعني جاي في واق رياح وكذا دائما معرضة للعملية على زحف الرمال والبلدية ماهيش ناسية هذا الباب لان على واش بالنسبة للحملات بالنسبة للحملات التطوعية بالنسبة للبلدية مؤخرا لها تم اكتناء شارجار وشاحنة من نوع ثقيل ورنا ان شاء الله باذن الله كانوا عندنا المواطنين هنا واستقبلناهم يعني ذاكي الرمال نقلعوها ان شاء الله متقلعوها 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 متقلعوها